يعني انا ما بعتبرش ان انا لا عملت انجازات ولا ان انا جاي احكي قصة نجاح ولا كل الكلام ده لكن اللي انا عايز اقوله ايه المبدأ اللي المفروض الواحد يتبعه في حياته هو مبدأ واحد فعلى قد ما انت بتشتغل على قد ما ربنا سبحانه وتعالى حيصر لك اماكن مش شرطة تبقى اللي في دماغك مش شرطة تبقى اللي في دماغك لكن هيصر لك اماكن توصل بيها الحاجات احسن بكتير من اللي كانت في دماغك واحسن بكتير من اللي انت كنت مخطط له ايا ان كان بقى مش لازم تبقى القصة ان انت طلعت في بودكاست وبتتكلم والناس كلها بتشاور عليك وبتاع بس انت قصتك الخاصة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الاقدار وبيمشيك في اتجاه انت بس عليك ان انت تشتغل ايا ان كانت بقى ايه يعني ايا ان كانت القصة بتاعتك شكلها عمل ازاي ايا ان كانت عظمة الموضوع مش لازم تبقى درامي ولازم تبقى انا كنت بقى بشحت وكت لابس لفس مقطة وبعد دلوقتي بقيت بلبس بدلة سنية يعني مش لازم اللقطة دي لكن فكرة التوفيق نفسها في الحياة التوفيق التوفيق على مقاسك على مقاسك على مقاس اللي ربنا مقدره لك انت فعلا كل اللي مطلوب منك انت تشتغل انا لما شلت دماغي من كل الشمعات وكل الناس اللي انا كنت بيشاور عليهم ده بيقول هما دوات اللي معطليني والشركة هي اللي فيها المشكلة والبلد هي اللي وحشة ومش عارب مين والكلام ده على الرغم انه ممكن يبقى في الكلام اللي انا بقوله ممكن يكون فيه حاجات صح على راسي على راسي بس بقترن في وداني دايما الجملة بتاعته وانت بشغيل عند مين يعني دي نقطة في حتة اليقين رهيبة جدا انت ماشي طب البلد وحشة والناس كلها مجتمع عليك عشان تفشلك وكذا وكذا لو انت اقتنعت ان الكلام ده حيوقفك في مكانك وحيخليك مش هتحقق الهدف الزغير اللي على مقاسك اللي انت نفسك فيه ده ده معناها ان انت ما عندكش يقين في قدرة ربنا سبحانه وتعالى ده بالزبط ما من غير يعني من غير طبطابة دي معناها كده لكن في واحد تاني الدنيا كلها جمعت لي مجايين يقزو اه بس انا معي يا ربنا اه انا مطلوب مني اعمل ايه واحد اتنين تاتة هعمله بس الباقي ده بتاع ربنا مش بتاعتي